أستعيد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله وأفضل الصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين وأول العابدين وأول المسلمين وغاية الضامد شكوين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا لتطيب خلقنا ولتطهير أنفسنا ولتزكيتها ولتكفير ذنوبنا صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لقبول الأعمال خاصة الصيام صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد على حب الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه سيما بقية الله في الأراضين ولقبول هذا المجلس وسائر المجالس الحسينية صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك سيدي ومولا وآيا وأبا عبد الله صلى الله عليك سيدي ومولا وآيا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصير وابن فاطمة سيدة نساء العالمين سيد أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا بابن جاتل سيدي ما خاب والله من تمسك بكم وامنا وامنا ومن لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي نبينا محمد الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين على حب الكتاب العزيز والعترة الطاهرة صل على محمد وآل محمد ثم صل على محمد وآل محمد من صوم البصر إلى صوم السمع وقطعا السمع إنما يتم بآلة جارحة اسمها الأذن وعلى المنهج الذي اتبعناه سفر أيضا قرآنية بين طيات الكتاب العزيز سفرة بين الأسماء الحسنى وسفرة أخرى بين مفردات الآيات كلمة أذن وردت في القرآن الكريم حوالي خمس مرات ووردت في موضعين المواضع المتبقية بمعنى الآلة الجارحة التي يسمع بها الإنسان ووردت في موضعين وهذان الموضعان فيهما كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وكرامة أخرى لأخيه ونفسه أمير مؤمنين علي ابن أبي طالب علي الصلاة والسلام وصلى على محمد يا محمد يا محمد وردت أذن خير والثانية وردت أذن واعية ثم أغلق الله سبحانه وتعالى الباب على وصفي هذه الجارحة أذن خير وين في سورة التوة قوله عز وجل منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يعني ذا بالوصف الأدبي يعني الخير هذا الخير لو جعلته إنسانا كل معالم الخير في العالم إذا جمعته إذا جمعته وجعلته إنسانا تشبيه بعلم البلاغة فسمعه وسمع الخير هو وين في رسول الله صلى الله عليه وآله منتبع عليه الذي في زيارة الجامعة ذكر الخير كنتم أصله أوله وآخره وأصله وفرعه ومعدنه ومنتهى زين إذا تذكرون في استنطاقا قرآني في الليالي الفاطمية لعله مرين في آية ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير هاي لآية القرآنية الكريمة اللي في سورة التوبة أعتقد رقمه واحد وستين من أسباب النزول الفريقان يكاد يتفقان على هذا المعنى وإن اختلفوا في الإسم في الشخص هسا الدر المنثور يذكر مثل ابن عبد الله إحنا رواياتنا تذكر هذا الرجل الذي اسمه عبد الله هاي مو مشكلة الاسم ما يعنينا ولكن يعنينا المعنى وراح نجد في طيات المعنى تربية روحية وأخلاقية وحتى تفيد اللي يشتغل في علم الإدارة في المسلك الإداري الرسول صلى الله عليه وآله كان يأتيه هذا الرجل وهذا الرجل أجل الله كان من المنافقين جبرائيل هبط على الرسول صلى الله عليه وآله فقال له وصف له الرجل قال له ذلك الرجل الأسود كثير شعر الرأس له عينان ينظر بهما كالقدران وله لسان ينطق بالشيطان وصفه وصفه له عرفه رسول الله صلى الله عليه وآله هذا كان يقعد يمن رسول صلى الله عليه وآله يروح المن عند المنافقين يقولون رسول الله أذن يعني شين الأذن الأذن يعني كل شيء يسمع من تبع عليه الصالح والطالح الحابل والنابل الحق والباطل كل شيء يسمع على وصفه لعنه الله الرسول صلى الله عليه وآله أخبره قال له أنت تفعل كذا وكذا أخبرني الله ماذا أجاب انتبه عليه هذا الدليل على نفاقه أقسم بالله أنه لم يفعل انتبهت عليه الرسول صلى الله عليه وآله شاف قسم فتظاهر بالقبول وقل له عليك أن لا تفعل ذلك يعني بعد ذكرها هاي ذهب وين إلى المنافقين مرة أخرى رجع إلى عادته السيئة وين نحن نشوف هنا تظاهر بالقبول اسلوب من أساليب التربية النفسية مرات لا سمح الله أنت رأيت ابنك على منكر أو على فعل سيئة أنت رأيته بعينك مثلا أولا يقولون ثلث التربية تغافل واحد يسحب نفسه بعدين وين يودع على ابنه ما راح تقل له تقل له أنا شفتك بعيني الابن طبعا راح يستنفر قواء هاي سموه الأولوية إذا كان الرسول صحيح والم مع المنافق أعمل هكذا فما بالك نحن مع أبنائنا مع أولادنا راح يحلف يقسم أيوان مو صحيح يا باما قل له زين ما يخالف أنا قبلت عذرك مع علمك مع علمك وشلون يقول والعذر عندك رام الناس مقبولة ثم ما تتظاهر بالقبول كأسلوب تربوي ولذلك واحدة منها يقولون الإنسان أيضا شايف أكو إنسان هو قد يعمل الخطأ ولكن هو يستحي من الله يستحي من الأب يستحي من المجتمع فأنت لا تمزق الحجاب حجاب الحياء لا تمزق هذا من عنده انتبع علي هاي في المسلك الإداري كذلك مسلك تراكم الأخطاء اللي يعمل أيضا مسؤول إداري مو أول خطأ يشوفه من الموظف رأسا جر قلمه ويعزل فصله هذا خطأ هاي مو تربية مو بس ما يفصله وإنما حتى لو تيقن من الخطأ شوف أسوأ الاحتمالات هذه تيقن من الخطأ والطرف الآخر يلكر الخطأ شوف سيلة الرسول شوف خلق الرسول صلى الله عليه وسلم تتظاهر بالقبول لغرض إصلاحه هاي يسمونه مسلك تراكم الأخطاء إلى أن إذا تراكمت الأخطاء إلى حد معين وحد مثل الغيبة الغيبة إذا شفت أحد يرتكب أيضا عمل منكر غير علني تنهى انهيتها مرة أولة مرة ثانية مرة ثالثة بعدين يجي الشرع يقول إذا توقف ردعه على الغيبة جازت غيبته زين إذن بها أسلوب ترو اثنيا أيضا بها أكو من مما انتبع عليه يلقب يلقب بالصحابة كان يؤذون الرسول أو لا الله يقول سبحانه وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي زين الآية القرآنية وين تختم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم طبعا الشيء بالشيء يذكر ينقل عن الشيخ البهائي رضوان الله عليه فترة الشيخ البهائي الظاهرة يحص صلوات لثواب الشيخ البهائي رضوان الله عليه وصلى على محمد وآل محمد اللهم وصلى على محمد وآل محمد إذن الآية بدؤها ومنهم الذين يؤذون النبي زين ثم تختم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم الشيخ البهائي رضوان الله عليه يقول يتنكر يسيح بالأرض ذهب إلى مصر بقى فترة وصارت عدة علاقة مع أحد أحد العلماء اللي هم مندرسة الخلفاء يقول فد يوم الأيام لأسألت لهذا العالم قلت له أنا ألي جواب قال وما هو السؤال يقول قلت له السؤال أنا قرأت فيه صحيح مسلم رواية بأن الذي يؤذي فاطمة يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله قال زين صحيح قال وأن بعد 11 صفحة أمشي أقرف صحيح مسلم وإذا رواية موجودة أن الخليفة الأول والثاني أتوا إلى فاطمة ثم فاطمة سلام الله عليها لن تقبل منهما وصرحت بأن هما قد آذاها مرمون زين هذا كيف يتم الجميع قال هذا الحديث وين الثاني قلت له قلت له فيه صحيح مسلم دع الصفحة أنا حسبته ها تكمل ماله ها وقلت له أن الشيع ويتظاهر أن الشيعة يحتجون علينا بذلك هذا صحيح كم صحيح مسلم يذي فاطمة يؤذي رسول الله صلى الله عباده ثم هي أتوا إليها وصرحت أغضباها وآذاها يقول يقول رح أنا راجع صحيح مسلم يقول يوم الثاني إجاني انتبه شوف الموضوعية شلون يقول فقال لي ألم أقل لك أن الشيعة يكذبون قالت له كيف قال أنت مو قتلي هدع الصفحة الحديث الثاني ورا صحيح قلت له صحيح كان أنا حسبت مو هدع الصفحة طلع أكثر هدع الصفحة صحيح موجود الحديث ولكن أكثر هدع الصفحة أنا عرفهم ذول يكذبون انتبهت عليه يعني الحديث هذا صار أكثر مدع الصفحة مراه يجمع جمع الدلالة إذن الآية تقول تعد الذين يؤذون رسول الله في البدء إذائه صلى الله عليه في الختام يعد الله سبحانه تعالى زين فإذا القرآن الكريم وصف رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه أذن خير الآية الأخرى لعلي سلام الله عليه وهو قوله عز وجل وتعيها أذن واعية استخفضت إذن خير الرسول صلى الله عليه وآله وأما الإذن واعية من هو علي سلام الله عليه بروايات الفريقين غاية المرام حسب حوال ستعش حديث من الفريقين أن هذه الرواية في علي سلام الله عليه وفعل مروية في كتبه راجع الدر المنطور وآله يذكر الأسانيد والرسول صلى الله عليه وآله يقول جعلها الله أذنك يا علي زين واعية وتعيها أذن واعية وقلت أن الله سبحانه وتعالى فقط وصف هذين المصفين لهذه الجارحة الواعية شنو الواعية تشبيهها بالوعاء الوعاء عدة صفتان صفة الإحاط والاستيعاب انتبهت عليه الاستيعاب طبعا إشارة إلى العلم مرات واحد قد يكون عنده إحاطة ولكنه علمه ضعيف مثل واحد يسأل أفروض عن بعض الكتاب أو بعض العلماء يقول مثلا يقول سعته بحر ولكن عمقه شبر يعني عنده إحاطة عنده سعة معلومة باللفظ الحديث يقول المعلومة مثل النقطة في الفراغ النقطة لها بعاد لها طول لها عرض لها ارتفاع حسب بعد نسبية خلي على كتور زين سعة المعلومة تمثل معلومة طولي الارتفاع تمثل العمق أكو ناس عندهم معلومات كثيرة ولكن شنه العلم يعبر عن العمق زين علم وإحاطة ولذلك من أسمائه سبحانه وتعالى العليم أيضا وأيضا هو المحيط انتبهت عليه أيضا من الأسماء الحسنة ذات راجح في القرآن الكريم تجد أن كلمة سميع تأتي مع عليم بصير عليم وموجود في القرآن الكريم الله عز وجل بالأسماء الحسنة مثل سميعا عليما يعني العليم باللغة العربية صيغة مبالغة فعيل فوق كل ذي علم عليم الله سبحانه وتعالى قرن السمع بيش بالعلم والله عز وجل جعل لعلي سلام الله عليه أن يكون هو الأذن يعني شنه هو السمع الواعي لكلام الله عز وجل زين هذه الجولة القرآنية عقائدية أيضا فيها عبرة روحية نرجع إلى هذه الجارحة إن السمع صوم السمع الإمام الحج صلوات الله عليه وعلى أبائه في دعاء توفيق الطاع يقول واسدد أسماعنا عن اللغوي والغيبة يذكر هذين المرضين اللي وين تثقل الأذن ويثقل السمع وبعض الإنسان لا يلتذ بقراءة القرآن ولا يلتذ بالدعاء وتنزع منه السجير بالله لذة المناجاة اللغو على أحد مصاديقه أجرنا الله هو الغناء والغناء يعدون فقهاء برسال عملي إذا شفون من الكبائر البعض عنده اشتباه في قضية الغناء يعتقد أن الغناء يعتقد أن الغناء متعلق بيش متعلق بالألفاظ يعني الألفاظ ألفاظ خليعة ألفاظ غير أديبة ألفاظ مثل فيها فحش وفي فجور لا يا سيد الغناء من مقولة الكيف يقولون وليس من مقولة اللافظ شون تبهوا يعني كيفية الأداء هذا الغناء اللحن ولذلك مثل السيد كور رضوان الله عليه لما يعرف الغناء شي يقول كيفيته مناسبة لما جال سهل للفزق والفجور السيد السيشتاني لا يبدل فزق والفجور يقول اللهو واللعب على كل حال إذن المقولة مقولة كيفية أداء يقولون السيد الحكيم قدص الله سرده مثل الحكيم والله عليه مرات يستشكل طبعا حتى القرآن عندنا بعض علماء يحرمون القرآن إذا يؤدى بكيفية هذه الكيفية فيها مناسمة ما بينها مجالس أهل الطرب واللهو أو الفسوق قطعا هذا يشكل قسمها سيحرم أستقسم أحتيات وجوبي زين يعد من الكبار يستثنى يستثنى من الغناء موردين موردان المورد الأول غناء النساء في الأعراص المورد الثاني الحدى نحن نسميه الحدي هذا الحدي ما لبدو سامعين لما نوين نوق هنا عدنا مشكلتنا وين غناء النساء في الأعراص تطبق تطبيقا غير شرعي البعض شي اعتقد قسم من النساء يروح يجلبون مسجل وكاسية مثل أحد المغنين ويحطون المسجل والمغنين لا هذا حرام هذا من الكبائر وإنما المغصود غناء النساء هن النساء بذاته هن لحن لحن ببناتهم اثناء شنو الاحتفال في الأعراص على شرط همين شنو شنو وطل كن ما يسمح أجنبي وأصوات عالية يمر واحد على الشارع وصاله صير حرام زين هذا يسموه بالدليل الخاص أخرج ولذلك لم يصالق سلام الله عليه يوم من الأيام يجي أحد أصحابه يقل لنا عندي جيران وذول الجيران عدهم جوالي أجار الله يغنينا ويضربنا بالطبول زين وانا أجلي أو طيل الجلوس مرات استماعا لهن زين انتبه عليه الإمام سلام الله عليه يقول له لا تفعل فيقول والله سيدي ما أتيت لغاض أن أستمع لهن ولكن فقط أنا أطلت يعني سماع يعني ما معناه طبعا يظهر من هذا قسمه واستنفار هو الرجل الداخل على الإمام أنا قلت من أصحابي أستغفر الله لم يكن ما يقول أصحابها يكون عند خطأ إنما من الناس اللي يدخلون على الإمام سلام الله عليه من استنفار يظهر الإمام أو يسمون عندنا في عدن الأصول قلنا افتقى فصوليا يقول الظهور حالي سياقي يعني الكلمة مو ماد دميتة مو بس أنت مثلا كلمة لا تفعل الظهور حال تكلمة لا تفعل مرات يقولها بظهور حالي شنو غضب واستنكار ويظهر هذا موضح هكذا لأنه شنو بدأ ارتد في عقال والله يعني ظهر الإمام مو فقط لا تفعل حتى البعض مثلا يقول أن يكون تجتروح على المكروه زين ثم بعدين الإمام سلام الله عليه يقول له بهذه الآية قال ما قال خول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يقول يا سيدي لم أسمع بهذه الآية لا من عربي ولا من عجمي زين وأنا الآن سوف لن أفعل وأستغفر الله الإمام بعلي تابعه يقول لأنك كنت مقيما على أمر عظيم بل يأمره بالاقتصال أيضا ويأمرها أيضا بالتوبة بل فصوم لإذن أيضا كل إنسان يراقب نفسه هالأيام مرات ترى حتى بعض هس المراثي قسم أفرض يجيز بس قسم العلمان يقول لا حتى المراثي تلحق الشيخ الأنصار رضوان الله عليه في كتابه في المكاسب يقول ويجلس في المرثية ويعتقد أنه وصل إلى الدرجات العالية وقد هبط إلى الهاوية ولعله يبكي أمورا غائبة عن باطن وين يقول بفعل هذا الصوت الغنائي هذا الصوت الغنائي ليجأخذ لحن مال مغنين وبعدين مثلا يقرب مرثية محر محر غرب غرب لها يمكن نقعد ساعة دقت ما به ذكر الله سبحانه وتعالى هاي الأحاديث هذا اللي يطلق عليه أيضا لغو الله سبحانه وتعالى وإمام الحج السلام الله عليه يقول مؤمن منصفاته يعرض عن هذه المجالس مجالس ليس لله فيها ذكر هاي منصفات المؤمن يعني هاي متربيتنا الإنسان اللي يقصد فيما الشكل إنسان الهادف إنسان الغائي يغير المجلس إذا وجد ناس يتكلم مثلا في الدنيا ولذلك رواية من ضمن يقول ثلاثة حالية تموية القلب من ضمنها يقول حديث السفهاء وحديث الأغنياء طبعا مو مقصد الأغنياء المؤمنين يخشون لا يعني هذا يقعد بس يحشي على فلوس وعالتحويل وعالتحويل تموية القلب السفهاء أجارنا الله الحاديث اللي ما بمعنى حاديث كله نكات لبي عبره تموية القلب تسلب الخشوع الصلاة بعد من يقبل عليه الإنسان يقبل مثقل يقرأ دعاء مثقل ما يشعر بالمناجات شلون لأن هذا السمع صار شنوه بعد امتلى استجيره بالله لما امتلى يصير ختم لما نصير ختم استجيره بالله لا آية قرآنية التذبئة ولا دعاء ولا غيره ولذلك رمضان نص الله وظيفتنا إن شاء الله بدعاء الحج صلوات الله عليه وراء يا سميع يا علي نقسم عليك بحق محمد وآل محمد بدعاء الحج صلوات الله عليه وعلى آباه وبه اللهم اسجد اسماعنا عن اللغو والغيبة يا الله بإستجابة الدعاء صلى على محمد وآل محمد صلى محمد وآل محمد ولذلك اللغو من صفات أصحاب الهموم الدنية بل إنسان يقول العرفاء مثل اللي هم لا سامح الله أفرض بطنه بيته سيارته أولاده أتذكر كنا جالسين في مجلس قال واحد أنا لو أرى مثل صراحة المصلحة في هالموضوع لي أو لأولادي أو لنفسي أو لديني لطيف الدين آخر شي لديني آخر شي الدين نحن عدنا في موضوع الأمر بالمعروف أنه عن المنكر إذا توقف حفظ الدين على التضحية بالعرض والنفس والمال وجب ذلك ديني أصحاب الهمم العالية همهم بلي ومن علينا برضاه دعاء النذبة لأن رضاهم رضى الله سبحانه وتعالى نحن في العالم الغربي هذا كنا نتربى صراحة لك عالم مادي محيط بينا من يدري أنا أتذكر أحد المؤمنين ما يحضر ما يحضر مجالس قال ليش ما تحضر مجالس قال أنا أشتغل زين العائلة هم تشتغل زين عرفنا ليش قال نحن نريد نأمن مستقبل أولادنا أنا اشتغل هي تشتغل خلو وصل تعبال نجال شنو يأمن مستقبل وارده بالمال زين مهتش ترى ها مقدمة مال حسين سلام الله المجالس الحسين ترى حلو هواي بها معاني وأمن ها من لجأ إليكم مولي جمع في الوسراح يأمن المستقبل ولكن لطيفة نقلها أحد العلماء حقيقة هذه يقول في طهران في المستشفى واحد مسؤول الموتى من يموتون يخلي الجثة ما تبث اللاجة زين يقول واحد هذا المهم توقف قلبي أعتقد أمويت بذلك حتى هذا لسه عند سيكت قلبي يقول اتركوا فترة لعله ممكن يرجع قلبي يتحرك أنا واحد سأل تم منه قال أنا اتوقف قلبي نص عقل ولي قال احنا هذا توفى يقول بعدين تحرك كلبي المهم يقول هذا أخذه على أساس توفى فخبر من خبر ويظهر هذا ثري أموال عنده هواية يظهر على الطريقة هذا رأي يأمن مستقبل أولاده وأبنائه المهم يقول خلينا خليتهم في اللاجة يقول طبعا خبرتهم ماتوا وأنه توفى توفى الله سبحانه وتعالى والدهم يقول أنا ما بعد شوي شفت هتحرك لا حول ولا قوة الله بالله طلعت بره وإذا لا بدأ يدي يحرك بعد يفتح عيوني لا يقول أنا طبعا استغربت وإذا بي يتكلم يقول أنا من الوضع أخذ من عندي ما أخذ المهم إلى أن تكلم مع طباء إلى أنهاي وراء ما أدري كم ساعة أو اليوم الثاني طبعا ما خلي يطلع رأس يقول أجوا أولاده وإجوا هم حتى نسابته يقول لا في سين ديش الملابس الحلوة والكشخة أبو أبوال عند يبين هواية ثري يقول أجوا وقال وإحنا نريد نستلم جثة أبونا قلنا أنا أبو أبوكم ما هذا بعدين شو تحرك في تحيون وهسا يقول أبو يتعال كون إيانا قل فيون هاي هاي أنت قلتوا مات وإحنا قعدنا قسمنا الورث ببيناتنا وكل وعلى قد عصده تيش تتكلم إنت بلي غضبوا بلي غضبوا بدل ما يفرحون قال لا تأذى وهو يتأذى تأذى بلي يقول بدأ ويا يتلغ كيف تتكلم هذا الكلام لا يعقل زين إذن انتبع علي لا يحضر هاي المجالس هي مجالس اللغو المجالس التي ليس فيها إحياء لأمر آل محمد سلام الله عليهم طبعا المسل محمد وآله محمد إذن هاي الآفة الأولى الآفة الثانية منهم الإمام الحج صلى الله عليه وعلى آباء يذكرها أجال الله منها ألا وهي الغيبة وما أذراك ما الغيبة تعريف الغيبة الفقهي طبعا مرات واحد قد يطالع كتاب أخلاقي وقد يقعد على المنبر مثلا الشباب عندنا مرات هالأيام طبعا بارك الله فيهم محاضرات بس خليس أهل الأختصاص مثلا قرى الغيبة ذكر ذكروا أخيك بما يكره وجلس وتكلم يا سيدي فرق بين المثقف طبيا وبين الطبيب انتبع عليه الشباب لما يثقفون فقهيا لازم نرجعوا لها الاختصاص أنا أقرأ كتاب تعريف الغيبة ونأسأل نفسي شنو تعريف هالفقهي تعريف هالفقهي في كتبنا ويا ينتبه ذكروا العيب المستور للمؤمن المستور ولمن للمؤمن زين ولا بد فيها شنو من التعيين بعد ولا بد فيها من وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه تبهت ويا لي مو بما يكره وهذا تعريف الفقهي هستعريف علم الأخلاق تعريف الروح حكوم العيب المستور وليس العيب الظاهر من العيوب الظاهر مثل واحد كريم العين افرض زين فانت تلاقي هذا كريم العين مثل بالعراق يقول مثل أعور أو مثل أعرج عيب ظاهر هذا غيبة ما موجود هو لا موجود لأنه عيب ظاهر واضح ولكن انتبه أكو حرمة ثانية لا سامح الله إذا ذكرت كلمة أعرج أو أعور وأنتقاصد فيها الإهانة والانتقاص صار بيه حرم وليش لن يحرم إهانة المؤمن هو فقط أحرم إهانة المؤمن يحرم حتى إهانة النعمة إحنا الآن مرات في المجالس الأكل يمود مثلا موجود الطعام بعديا يركضون مثلا بعض الشباب وفرط ولا لا سيقول الشيخ اليوم على الشباب كله لا البعض ما نقول حتى الشباب رأسا شي سوي يجمع هالنعمة مثلا الروز مثلا والخبز لفه بورق وين ذبه ذبه ويل أو صاخ هذا محرم انتبهت علي يحرم لأن هذا انتهاك لحرمة النعمة أخليها على جهة ثانية أجمحها أسأوديها طيور أودها لا محال لها زين إذن وين يحرم يحرم يقول من جهة الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة شوف علمانة أعطهم دقة زين ولا بد فيها من التعيين إذا قلت نفذ بعض مثلا أنت ما معين ولكن ش قلنا وقلنا إحنا وعدنا المرض إحنا العراقيين ما للأكراد والكردي والهاي خطيئة والأكراد طيح نبيهم 24 ساعة زين هس إذا استخدمت لفظ كل بعض الفقاء يقول هذا تعيين من النقعة شن يقول إلى أكراد كل تشمل هذا تعيين بصيغة كل زين هاي هذا خطيئة الكردي وين إحنا عدنا النكتة وين موضع أهانة وانتقاص فإما لون بالغيبة وإما شنه باللهاتة والانتقاص ونكات موجودة طبعا مع مراعاة شنه ذكر العيب المستور للمؤمن الحرة تكفيه الإشارة زين إذن لابد فيها من التعييم اثنين لابد موجود سامع يقصد وإفهامه وإعلامه ولذلك يقولون البعض يعني واحد إذا يريد مثل تد يسوي يتخلص من هذا الداء الخبير خلق في الغرفة ويوم يقعد ساعة ما يحشي قدام أحد بالعلاقة يقوله يقص يقوم ويقوم خليها هالسم هذا اللي في القلب يخلي يحشي خلي يتكلم هذا مشكلة هذا مثل تدخين الجقار إرادة ميلينات روحية خلي يتكلم بس كون ما حالي يسمع صوتها زين هذا ذا تكلم وفي العيب المستور وعين وماكن سامع موجود يقول لا هاي ما تطبق عليه زين لابد من وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه وذلك عندنا روايات عجيبة على الغيبة إذا رأيت مجتمعا متفرقا فقل أن مرض الغيبة متفشي في هذا المجتمع بلي ليش لأن هذا عيب مستور الله الله سبحانه وتعالى ساتر لما أكو حب إلك لذاك الشخص منذكر هذا العيب شنوع السلب حب ذلك الشخص من قلبك وإذا سلب الحب من القلوب راح يشير مكانها يصير تنافر يصير كرة زين ولذلك واحد إذا أريد تكلم عن آنة دواحد الجالية واحد يكون أيضا روحيا يتابع روحيا الأمراض الروحية مرض روحي متفشي الغيبة لا بد من وراه الفرقة وسلب الحب من القلوب وإذا سلب الحب من القلوب بعد حتى الدعاء ماكو هذا الدعاء لأخيك المؤمن ما يصير ما يصدق لأنه راح تدعو لأخيك بقلب إنساء هذا سلب منك الحب ما لت وما بعد الحب صار كرة ونفور زين فما راح تدعي بلسان المحب إمام الحجة صلوات الله عليه وعلى أبائه في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ذاك الوقت يخبر ابن مهزيار يعاتبه إنه ليش مبتعدين مضمون الابتعاد عن الله أو الوقبال عنه بعدين يختم صلوات الله عليه وعلى أبائه يقول لولا دعاء بعضكم لبعض لسط لما كم البلاء يظهر بذاك الوقت غيبة ما غيبة شورة روحية وموجودة وموجود الحب في القلوب انتبهت علي ولذلك شوف يقول هذا أخذ ما أخذه هذا يدفع البلاء عن المؤمنين إذا نسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام المباركة بدعايه صلوات الله عليه وعلى أبائه يا الله يا علي يا عظيم يا غفور يا رحمة أنت الرب العظيم إلهي نقسم عليك بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين أن تخلصنا من هذا المرض الخبيث يا الله يا الله الاستجابة تدعى صلوا على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد إذن خلاصة البحث السمع والآل الجارح الأذن فيها بحث عقائدي فيها بحث أخلاقي فيها بحث روحي فيها بحث اجتماعي البحث العقائدي عرفنا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا لنبيه صلى الله عليه وآله ولعليه سلام الله عليه متحا وتناءا فوصف رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه أذن خير ووصف علي سلام الله عليه بأنه لأذن الواعية والرواية يقول لهم من الفريقين وتعيها أذن واعية الناحية الروحية والخلقية أن هذه الآلة هذا الإذن إلها علاقة ويّلق يصير بعدين تراكم وإذا تراكم نسدد شوال الشرايين من يقولون هذا كله سد الشريان وبعدين يصير سكتة قلبية مصحيح هذه الغيبة وهذا سجير بالله بالسمع تسد وين شرايين الروح لا سامح الله سصير بعدين سكتة روحية زيان لها بعد اجتماعي لماذا قلنا لأن هذا المرض أيضا أمراض السمع أمراض الأذن تسلب المحبة من القلوب لأنه الغيبة تسلب المحبة من قلب أخيك أيضا مجتمع تخليه مجتمع هذا اللي مجتمعات مجالس اللغو اللهو ها مجتمعات متهرئة مجتمعات هزيلة مجتمعات غير قاصدة مجتمعات غير هادفة مجالس لا يحبه الله ولا يحبها رسوله صلى الله عليه وآله طبعا أما أولياء الله الذين سلكوا المسالك إلى الله سبحانه وتعالى يصلون إلى مرتبة شنه بعد يسمعون صوت الملك الأولياء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتتنزلوا عليهم الملائك ألا تخافوا ولا تحزنوا يسمعون حديث الملائك طبعا ودرجات زين أما المحدث بالمعنى الأخص فهم أهمة أهل البيت سلام الله عليه هذول محدثون عن الله سبحانه وتعالى زين ورد ذاك مروا يشفيت أنا واحد يقول عن سلمان يقول سلمان محدث عن الإمام المم المحدث عن الله مباشرة هو الإمام نحن الفيض يجعل طريقهم المن الله قلنا في المجال السابقة وحينا إليهم فعل الخيرات ها الأمة سلام الله عليهم يسمعون طبعا قطعا وتعال شوفوا المحدث إذا على عنوان سماع صوت الملك يستكفرون على أمة البيض سلام الله عليهم مريم محدث الروح والنقاش بينه وبين الروح زوج إبراهيم عليه السلام على نبينا وآله والسلام محادثة صريحة بينها وبين الملائكة الذين دخلوا على الخليل ولكن المشكلة في المدرسة الأخرى مرة يرفض يعتبر هذا غلوم مرة لا لما تباع الكتب يوسع المعنى حتى يشمل قاتل عليهم سلام الله عليه عمران بن حطين بخار يعتبر المحدثين تبعت عليهم إحنا شلون إحنا نتوجه الهون ليلة جمعة ناد الله سبحانه وتعالى من نقف أمام وين إذن الدخول شنقول إلهي وإنك حجبت عن سمعي كلامه بين وينك هذا الخطاب هذا خطاب المن مو للخصوص ولا للخصوص لا يسمعون كلامه اللي ساروا في معالي السلوك قطعان يسمعون كلامهم بلي يرون مقامهم آن الأمثال صحية ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى واحد من يقرأ من الدخول يقرأ بمعاني روحية شوية دمعة حارة إنك حجبت عن سمعي يتوجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى اللهم أزل عن سمعي هذا الحجاب بل وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاته هالليل جمعة سيدي بقية الله أستاذن الله سبحانه وتعالى أولا وأستاذن رسوله صلى الله عليه وآله ثانيا إلهي وأستاذ خليفتك بقية الله بالأراضين سيدي بقية الله فأذن لي في مخاطبتك فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهلا لذلك يا بقية الله يا ابن فاطمة الزارة الليلة الجمعة إن شاء الله تعالى وإذا لم تقف أبداننا عند أبواب أجدادك فهذه قلوبنا قلوبنا سيدي وين راح اليوم ورح نجعلها تسير خلف الزائر من الزوار الأوائل الألى وهو جابر بن عبد الله الأنصاري إذن سيدي في هذه الليلة المباركة إحنا راح نسير مع جابر وإن شاء الله نكتب من زوار الحسين سلام الله عليه يروي الراوي سيدي بقية الله يا ابن الحسين يا ابن الطالب بدم المكتول بكربلاء يقول الراوي لما أقبل جابر إلى كربلاء وصل إلى الفرات اغتسل كانوا يا شيء من الطيب نثره على بدنه بعدين سار وما يخطو خطوة إلا ويسبح الله ويهلله نعم ليش لأنه مقبل إلى عزيز الله الحسين عزيز الله الحسين الدليل إلى ذات الله ها يسبح الله ويهلله ويهلله لما وصل جابر وين وصل إلى قبر الحسين سلام الله عليه ها أخذ قبرة من تراب القبر بقية الله نقسم عليك بالحسين إن شاء الله هم قلوبنا إن شاء الله تتشرف إذا جاب القبض بكبه تربة الحسين سلام الله عليه إحنا نريد قلوبنا تتشرف بتقبيل تربة الحسين عليه السلام يا بقية الله يقول لما أحسب برد التراب خاطب الحسين عليه السلام ها خطاب ذلك الشجي ها يقل له وكيف تجيبني سيدي وقد فصل رأسك عن بدنك جابر يناجي الحسين جابر يزور الحسين سلام الله عليه هو إذا بسوادة أقبلت من الشام جابر قال إلى مولاه إلى عطية قال اذهب انظر إلى هذه السوادة إن كان جيش عبيد الله بن زياد فأخبرني وإن كان وإن كان وإن كان الإمام زين العابدين فأنت حر لوجه الله لما أقبل مولاه اقترب الموكب رأى الإمام زين العابدين رجع مهرول إلى جابر قال يا جابر قم واستقبل حرم هذا إمامك الإمام زين العابدين جابر نهر واستقبل الإمام زين العابدين سلام الله الله عليه الإمام عليه السلام سيدي رمت بنفسها على القبر من أعلى الناقة ها دقل أخو يا جي ياتاك يا أخو وجبت الرواس وياي من السبل اللي كان آمان السلواء إدق عني أخو وجلعة حماي أخو يا لون يمك يخلوني لحظ رأس على قبرك ورش بدمعة عيوني وقلا للي يشدوني ها يا شلم عمره بلا يا كلمة زين العابدين سلام الله عليه خشى على عمتي زينب أن تفارق روحها بدنها ها طلب منها النهوض لما نهضت عمته زينب بقية الله الإمام ينظر إلى زينب رأها تقلب طرفها في السماء ها يعني اتدور عمها اتدور فاذ عزيز قال قال عم زينب نعم نعم أنا أعلم إلى من تنظرين تريدين أن ترين عمي أفل فضل العباس قلت بلى يا ابن أخي يعني تقل نعم نعم هذا كفيد هذا عزيز هذا اللي قبل يد أمير المؤمنين هذا اللي أبي وصى بكفالتي أخذها إلى نهر العلقمي وكاني بلسان حالها أنا مني نبفا يا ظل جعد ورشي بجفوف على زند وقل الحرم صارت بشدة أخي 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 حمل وقع يا أولي سند أحمال ضاما عاتب عزك ضعنا يا أحد يا أحد يا سند يا سند يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من هو بالمنظر الأعلى أو بالأفق المبين يا من هو الرحمن الرحيم على العرش يستوى يا من يعلم خائنة الأعين وما تغفو صدوه يا الله يا الله يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين يا الله الحمد لله كما هو أهله الشكر لله كما هو أهله اللهم ما بنى من نعمة منك لا إله الأن نستغفرك ونتوب إليك اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنص ومن علينا برضاه يا الله مرة الثانية يا إلهي ورد عن اللهم واشدد أسماعنا عن اللغو والغيبة بحقه وحبه بمقامه إلهي اللهم اسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة يا الله اللهم أزل حجاب عن سمعنا لنسمع كلامهم يا الله إلهي بمناجاتهم افتح باب فهمنا وقلوبنا للذة مناجاتك ومناجاتهم يا الله اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة ذنوبنا به مغفورة دعانا به مستجاب الله اجعل رزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية حواجنا به مقضية وأقبل وجهك الكريم إلينا وتقبل تقربنا إليك إلهي إلهي بنظرات نبيك محمد صلى الله عليه الذي قلت فإنك بأعيننا إلهي وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك يا الله ولا تصف عنا بجودك بساقع طاشا كرب لا أسخنا من حوض جده صلوات الله عليه وقال بيده وبكأسه ريا رويا سائغا هنيا لاظما بعده يا أرحم الرحمن ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم ويقوم الحساب المؤسسون تقبل عملهم سادة الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات وهذا العبد المذنب اللهم اجعلنا قرة عين إمام وعينه بورع واجتهاد وعفة وسداد يا الله أعمالنا صيامنا به مكبولة رحم اللهم القى رسولة الفاتحة على أم الإمام صلوات الله عليه وعلى المنظر الحسين إلى أموات الحاضرين خصوصا وأموات المؤمنين والمؤمنات عامة رحم اللهم القرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد